وجهت إدارة وفاق السطيف أخر إعضار للعبها الحبيب بوق المونة بحضور محظر قضائي للعودة للفريق والمثول أمام مجلس التأديب للفريق بسبب تواصل غيابه عن تدريبات فريقه منذ الجولة الأولى من البطولة مؤكدة بأن جميع المحاولات قد باءت بالفشل لعودة اللعب للتدريبات وهو ما جعلها تلجأ للخيار القانوني يذكر أن مقاطعة اللعب للفريق جاءت احتجاجا على مستحقاته المالية اشتركوا في القناة